في الشارع التونسي بسبب زجاجة بيرة أو كعبة بيرة كما يسميها التونسيون تشهد تونس هذه الأيام بطولة الرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدم يتم بث هذه البطولة على التلفزيون الوطني التونسي والمعلق الرياضي شاكيب الخواليدي معروف وهو أحد المعلقين عليها حيث التقى النادي الإفريقي على أرض الاتحاد الرياضي المونستيري وقبل بدء المباراة كان البثول مباشر مفتوحا من الغرفة غرفة المعلق الرياضي تم بث مدارة بالستوديو قبل انطلاق سافرات الحكم لبدء المباراة لنستمع لمدارة من الحديث شاكيب أطمسون عبدالتي كانوا صدر صوتنا نبدأ وما صدر كم منتر أي يما أقول لنيس قلوا مجيبني لواحد بشوف التشكيل عاد كعبة بيرة تعني زجاجة بيرة لكن طلب المعلق الخواليدي لها اعتبره نشطاء فضيحة للتلفزيون الوطني التونسي هنا مثلا هشام إكرامي يقول قال هات كعبة بيرة يعني فما برشة يعني موش كان هو يتعاطى أزيد في مكان عمومي وإثناء العمل أزيد على المباشر هذم كل وحدة عندها عقوبة البيرة يمشي يشربها في داره ولا في بار حتى ما هو باشي يقول له شبيك حتى ما قل حد يقول له شبيك هنا زياد نصير يقول المسألة مش مسألة كحول هو حر هذا تصرف غير مهني وغير حرفي وغير مسؤول فهو أولا بمشاعة عمومية ثانيا وقت عمل ثالثا فضيحة عمومية وملايين سمعوا في المباشر يجب معاقبته على هذا تصرف غير مسؤول لا أكثر على أثر هذا المقطع والجدل الذي أثير حول الموضوع أصدر تلفزيون تونسي بيانا قال فيه على أثر ما صدر من المعلق المكلف بالمداومة في مباراة الاتحاد المونستيري والنادي الإفريقي من عبارة غير لائقة قبل اللقاء تعتذر مؤسسة التلفز الوطنية التونسية من السادة المشاهدين هذا وقامت الإدارة بإيقاف المعلق فورا إلى حين انتهاء التحقيقات لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في المقابل أكد عزيز الخويلدي وهو ابن المعلق الرياضي شاكيب الخويلدي في تدوين نشرها على صفحته الخاصة على فيسبوك بهذه الصورة يقول عليها معلقا إن والدي تعرض لوعكة صحية بعد الاتهامات الباطلة وحملة التنمر التي تعرض لها عبر مواقع التواصل هناك الكثير من التونسين الذين تضامنوا مع المعلق شاكيب امتعاضا من حملة التنمر وكان منهم هشام إكرامي يكتب في هذه التدوينة برهان طبعا برهان بوسيس يكتب كل تضامن مع المعلق شاكيب الخويلدي أخلاقكم الإدارية التلفزية لم تتفطن إلا لطلبه البيراوي غير ذلك من خطابات الكراهية البلاها والحمق لا بأس منها ما دامت خالية من الكحول ما يكتبه زياد عن نفس الموضوع شعب كامل يشرب البيراة أما كي تتسمع في التلفزة تولي حرام شعب ما يرحم ألبو عزيزي ربي يشفي إن شاء الله شاكيب الخويلدي معلق ممتاز وشخصيا استغربت أن تكون العبارة صادرة عنه نحن لا ندري ما حاثيات الواقعة لكن ما الغريب حيث البيرا في كل بار وكل مكان وليس بالغريب على الجميع مع كامل احترامي والله الواحد بيش يخدم في هذه البلاد لازم مبيرا بس وزلط له كمان كما يكتبه ألبو عزيزي سيب الراجل بحاله أكد عزيز الخويلدي أن والده علق على المباراة من مقر التلفزة الوطنية قائلا باللهجة التونسية إذا باش ندخله في التفاصيل المباراة علق عليها بابا من مقر التلفزة الوطنية هل يعقل أنه دخل معه شراب وأن الإدارة ما شافوا حد حيث أوضح بتدوينته أن والده كان بصدد تناول البيرا أو جعا دون كحول لأسباب صحية على غرار معتاد القيام به في المنزل بحسب قوله شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وأعجابك بها وتعليقك عليها